بحضور ممثلة سيدة البلاد الأولى هنددي بإتنو مريم جمع عبيتة تم افتتاح عمال الدورة التدريبية التي نظمها الاتحاد النسائي الإسلامي العالمي فرع تشاد بهدف تعريف النساء المشاركاتي في الدورة بسماحة الإسلام وتعاليمه وفنون أخرى بجانب حضور عدد من النواب والوزراء السابقين كانت المناسبة بدار المرأة رماد جبرين أنجني ومزيد من التفاصيل بدأ خطتها الأولى الاتحاد النساء الإسلامي العالمي فرع تشاد بهذه الدورة التدريبية لصالح آضائه ولا ذلك انطلقت هذه الأعمال الرسمية والتي تدخل في إطار المسائل التي يقوم بها القائمون بشؤون الاتحاد لتعريف آضاه بكافة النصوص واللواء المهمة الأمينة العامة للاتحاد النساء الإسلامي العالمي فرع تشاد البتول زكرية أكدت أن هذه الدورة تلأب دورا رياديا في عملية تغيير الاتجاهات للمشاركات وهذا بدوره يسحم في أملية إصلاح إدارة الاتحاد ممثل منظمة الدعوة الإسلامية عمر أثمان إبراهيم ذكر أن الحضارة الإسلامية أكدت الدورة البارج للمرأة المسلمة وعضف أن العمل في مثل هذه المنظمات المدنية يزيد من فهم المرأة مما يكون لها ضمان آثار إيجابية في ترقية مستوى الأمة ممثلة سيدة البلاد الأولى قالت إن الخطة التي اتخذها عضال اتحاده تعتبر من الخطوات الأمثل للبدء في أي أمل ما التأبيى الكبيرة التعليم والصحة ومكافأة ظاهرة الفقر من المهم الأساسية للاتحاد أستاذ المشاهدين والمشاهدات بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه النشرة الأخيرة نترككم في رعاية الله وحفظه وليلة هنيئة وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته